قارة تسكنها التحديات يجتمعون للنقاش معضلات القارة التي ضاعفتها القلاقل الأمنية فمنذ تأسيس الاتحاد قبل عشرين عاماً وقع سبعة عشر انقلاباً في القارة الأقل نمواً بين القارات تغيب أربع دول عن هذه القمة بعد تعليق عضويتها لوقوع انقلابات فيها كما يقضي نظام الاتحاد غابت مالي وبركينفاسو وغيني كوناكري والسودان لكن المؤتمرين يتحدثون بلغة واثقة سأظل مقتنعة بأن قمتنا ستقدم لقادة القارة الإفريقية فرصة لتجديد التزامهم بترك إرث للأجيال القادمة يتمثل في قارة يسودها السلم والتكامل متجهة نحو التطور الصناعي والاجتماعي خارج القاعات الرسمية لا ينتظر الإنسان الإفريقي هنا كبير تغير في حياته بعد تلك الاجتماعات لن يتقير شيء كبير في حياة المواطن الأفريقي خاصة أن معظم هؤلاء القادة لم يأتوا عبر صناديق الانتخاب ومعظمهم أو آفة أفريقيا المعروفة هي الانقلابات العسكرية تنشغل القمة بثماني ملفات أهمها تفعيل مبادرة إسكات البنادق في قارة يتمدد التوتر والتمرد في أطرافها كورونا حاضرة كذلك فقد كانت امتحانا عسيرا للاتحاد حتى إن منظمة الصحة العالمية قالت إن نسبة التطعيم في القارة لم تصل عشرة بالمئة هذه الحقائق لم تمنع المؤتمرين من نقاش ملفات أخرى مثل منظمة التجارة الحرة وتسهيل حركة البضائع والأفراد في أرجاء القارة يحضر الجدل بشأن عضوية إسرائيل كذلك حيث تتزعم الجزائر وجنوب إفريقيا رفض منحها عضوية مراقب بينما تتزعم الكونغو الديمقراطية ورواندا المساعي لمنحها تلك الصفة مع أن النظام التأسيسي للاكتحاد صريح في أن العضوية لا تمنح لأي دولة تحتل أراضي غيرها كثيرة هي المعضلات التي يناقشها الأفارقة وراء هذه الجدران ولعل مما يزيدها تعقيدا ذلك الصراو على النفوذ ما بين الأمريكيين والروس والصينيين على قارة ما زالت تبحث عن توفير أساسيات الحياة لأبنائها أحمد فالو للدين الجزيرة أديس أبابا ترجمة نانسي قنقر